هنروح لمهندس الكاراتية في النادي الاهلي الراجل اللي دور كبير جدا في الـ 20 سنة يمكن لـ 25 سنة اللي فاتت وهو مراد عاصم كابتل مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتية في النادي الاهلي صرح للأبطال الفخورين بإنجاز جيانا فاروق في ألمبياد توكيو 2020 وأكد ساعدته وفخره بالإنجاز لحقيته جيانا فاروق لعبة النادي الاهلي ولحقيت مديليا برونزية في ألمبياد توكيو 2020 وقال كمان إن جيانا كانت تستهل تلعب المبرنة ناية زي ما قلنا لحضركم ولكن فيه تلات حكام منحوا أصواتهم للعبة الصين وده بعد الماتش اللي خلص بالتعادل واحد واحد وأكد المساعد بالمديليا دي لأنها تفضل على مدار التاريخ أول مديليا لمصر في الكاراتية وقال النادي الاهلي بقراطة كابتل محمود الخطيب كان مؤمن إن جيانا هتقدر تحقق مديليا في الانبياد وإن النادي الاهلي كان في دارة ويدعمها بكل قوة وعرفنا إن النادي الاهلي هيكرمها تكريم كبير جدا لأن طبعا رفعت اسم النادي الاهلي مش بس طبعا أكيد مصر رفعت اسم النادي الاهلي لها خارجة منه ودكتور مهند مجدي طبعا عضو مجلس إدارة النادي الاهلي اللي كان بطل عالم الكاراتية هيستقبلها بنفسه في مطار القاهرة وعايز أقول لكم إن ده هو النادي الاهلي النادي الاهلي بيقف دايما جنب أبطاله ودايما بيقدم لمصر كوادر رياضية ومدربين وقدريين لمصر عشان تقدر تخد بهم منافسات الدولية بس خليني أقول لكم موضوع أكيد الناس بتتساءل هو ليه الكاراتية كان في الأولمبياد وهيخرج من الأولمبياد كل دورة الأولمبياد دورة الدولة المنظمة بباليها الحق إنها تختار لعبة تدخلها كلعبة مشهورة في البلد يعني لعبة من الناس بتتبعها وبتاع عشان يدوا زخم جماهيري للأولمبياد فاليابان اخترت الكاراتية لأنها منشأها يعني منشأ اللعبة دي هي اليابان فاليابان اخترت الكاراتية إيه لا يحصل في باريس الله أعلم إيه لا يحصل بعد باريس الله أعلم ولكن هي خلاص أكيد برة أنا سمعت إن الاتحاد ده ومسمعت قريت إن الاتحاد الدولي للكاراتية بعت لجنة الأولمبياد الدولية بيطالب إدراج الكاراتية كلعبة أولمبية سابتة ونتمنى ده لأن ده يبدأ المحافظين دائماً أبداً عما ديتين تلاتة مع دخول رفع الأسقال الموضوع هيبقى كويس جداً إن شاء الله المصر في الأولمبياد القادمة بس يا رب بس نركز في موضوع المنشطات لأن ده بيجي لك من حيث لا تدري الإيقاف والحاجات دي برضو فيه دايماً تهديد جاي لك من ناحية المنشطات فلازم لعبتنا وتحداتنا تبقى مخلية بلا